ينتمي؟ لا ينتمي أهلاً أصدقائي الأطفال اليوم ومن خلال هذا النشاط الرياضي سنحاول التمييز بين ينتمي؟ لا ينتمي حسناً لنبدأ إذن أحب بخط مغلق مجموعة النباتات ولونها الإجابة جيد جداً فمجموعة النباتات تتكون من الزهر الشجرة النخلة ونبات التين الشوكي لنواصل هكذا الآن ضع علامة قاطع ومقطوع في التربيعة المناسبة من الجدول وفقاً للمخطط أسد بطة غزال غراب حمامة هدهد ينتمي؟ لا ينتمي الإجابة وفقاً للمخطط فإن عناصر المجموعة تتكون من حمامة هدهد غراب بطة لذا فإن الحمامة تنتمي للمجموعة الغزال لا ينتمي للمجموعة الهدهد ينتمي للمجموعة الغراب ينتمي للمجموعة الأسد لا ينتمي للمجموعة والبطة تنتمي للمجموعة رائع والآن تأمل الجدول ثم ارسم عناصر المجموعة الإجابة من خلال الجدول فعناصر المجموعة تتألف من الآتي ثوب قلم شكل هندسي محفظة أحسنتم أربط كل عنصر من العناصر باللافتة المناسبة لا ينتمي 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 الإجابة الطائرة الدراجة والحافلة جميعها ينتمي للمجموعة لأنها توجد داخل الخط المغلق الزهرة لا تنتمي كذلك الطاولة والكرسي فكلها توجد خارج الخط المغلق أحسنتم صنعا يا شطار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة